اشتركوا في القناة ومحلية إن أحد هذه الصواريخ استهدفت محيط مدرسة بالقرب من بلدة بينين بالتزامن مع غارات جوية على المنطقة هذا وأعلن مركز الدفاع المدني في خانشيخون خروج المركز عن الخدمة بسبب الغارات الجوية التي استهدفته خلال الأيام الثلاثة الماضية دخلت القوات العراقية مركز قضاء الشرقات في إطار العمليات الرامية إلى تحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كاركوك شمال البلد مصدر عسكري عراقي أكد أن المرحلة الأولى من عملية استعادة السيطرة على قضاء الحويجة مستمرة وأضاف أن القوات العراقية سيطرت على عشرين قرية في مناطق ناحية شرقات بعد فرار مسلحي داعش وقتل عشرات منهم موضحا أن عشرات الأسر نزحت من مناطق القتال أعلن مجلس الأمن الدولي رفضه الاستفتاء الذي يعتزم إقرين كردستان العراق تنظيمه في الخامس والعشرين من هذا الشهر أعضاء المجلس خمسة عشر حذروا في بيان من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعز على استقرار في المنطقة قالت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن قائد في الحرس الثوري إن طهران كشفت عن صاروخ باليستي يبلغ مدى ألفي كيلو متر وبإمكانه حمل عدة رؤوس حربية في الوقت ذاته وكان الرئيس الإيراني قد تعهد بتعزيز قدرات بلاده العسكرية بما فيها ترسانة الصواريخ باليستية بالرغم من الانتقادات الدولية جاء ذلك في استعراض عسكري بمناسبة ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية حذر رئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من أنه سيتعرض لما وصفه باختبار لم يشهد مثله من قبل وكان كيم وصف ترامب المختل عقليا متواعدا إياه بدفع الثمن غاليا عقب التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي من على منبر الأمم المتحدة بتدمير فيونغ يونغ كشفت دراسة علمية حديثة أن الضغوط المالية ترفع من خطر الإصابة بالصداع النصفي باحثون أكدوا لصحيفة دايلي ميل بريطانية أن من يعانون اقتلالا في الجين المسبب للصداع النصفي هم أكثر عرضة للمعاناة من الضغوط المالية من غيرهم مشددين على تعقيد خلفية الصداع النصفي وعلى اعتماده على عدد كبير من الجينات وتفاعلها مع الآثار البيئية شكرا نشكركم على متابعة قناة التلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سوبسكرايب وإذا عجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك شكرا شكرا